اهلا بكم اعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي تخصص سيارات في حلقة جديدة من قناتكم قناة مصر التعليم الفني وحلقتنا النهاردة في مادة الصيانة والإصلاح طلاب الدبلوم مهم جدا انك تعرف مادة الصيانة والإصلاح وتفهمها كويس جدا عشان تقدر تنافس في سوء العمل خدنا في المحركات أنظمة التوريد الوقود بأشكال مختلفة كربيراتير بأنواعه والمغازيات قصدي بأنواعها وبعد كده دخلنا على الحقن الإلكتروني درسنا النهاردة إزاي نفحص ونختبر دائرة أو منظومة الحقن الإلكتروني في السيارات اللي بتشتغل بإنجيكشن أو بتشتغل نظام الحقن الإلكتروني مهم جدا انك تعرف كمان الفرق بين الحقن الإلكتروني والنظام التغذية العادي الأول عشان نعمل خليط أو عشان نعمل نمشي المحرك لازم نعمل احتراق الاحتراق ده بيتم من خلال بنزين مع هوا بنخلطه أي أن كان نوع الخلط الخلط عندي هنا ممكن يكون بنظام المغازيات اللي هو الكربيراتير أو إنجيكشن أو حقن عن طريق البخاخ تمام إحنا متفقين إن إحنا النهاردة إن شاء الله هنشتغل على فحص منظومة الإيه الإنجيكشن أو نظام الحقن الإلكتروني وتكلمنا في الحقن الإلكتروني في المحركات وعرفنا إننا منظومة الحقن الإلكتروني بتعتمد على تلات عمليات تلات عناصر مهمة جدا هي الحساسات الحساسات دي مهمتها أن هي تنقل معلومات المهمة بتاعتها أن هي تقولي المكانة سخنة الاربي ام كذا العادم اللي خارج عندي ظروفه كذا كمية الهواء اللي دخلها مهمة جدا مجموعة حساسات الهواء خدنا فيها يمكن حلقتين مجموعة حساسات الهواء اللي هي الماب والماب وبأشكالها وأنواعها كمان حتى التي بي اس عايزين نتكلم فيه إن شاء الله في حلقة تانية فاحنا حسبنا كمية الهواء عشان نحسب لما نحسب كمية الهواء نقوم ندي كمية بنزين على قد كمية الهواء الموجودة بالزبط تعالوا بينا نبدأ حلقتنا ونعرف منظومة الحقن الإلكتروني وإزاي نعمل عملية الفحص اللي بتتم فيه منظومة الحقن الإلكتروني طيب قلنا عشان يحصل عندي احتراء لازم يكون عندي وقود ويكون عندي هوا وبعدين نخلطهم مع بعض وبعدين نسحبهم ندخلهم داخل غرفة الاحتراء اللي هو شوت السحب ونعمل ضغط كمان طبعا نضغط ليه عشان نرفع درجة حرارته ونعمل زيادة تجانس أو خلط ليه منظومة للخليط اللي هو الهواء مع البنزين إذا كان المحرك بتاعي ده محرك بنزين وإذا هو هيبقى هوا بس لو كان محرك ديزل بعد كده محتاجين إشعال عايزين شرارة كهربائية عشان نبدأ نعمل احتراق أو نشعل المخلوط اللي قدام مننا ده فبنديله شرارة من خلال البوجيه بعدين يحصل شوت الاحتراق أو شوت الانفجار أو شوت التمدد اللي هو بقى الغازات دي هتبدأ تتمدد فتقوم تضرب المكبس أو تضغط على المكبس لأن الغازات درجة حررتها علت جدا نتيجة الاشتعال فبدأت تضغط على المكبس بتاعي التمدد بتاعها ده هينزل المكبس هنا كمان فيه سهم بيقولك أن فيه مقاومة بتاعة زراعة توصيل عايزة المكبس يكون موجود فوق إحنا خلصنا نهاية المكبس وصل النقطة الميتة العليا فبيبدأ يغير اتجاهه بقى ويبدأ ينزل بقوة ضغط أو تمدد الغازات عشان يديني الشوط الفعال أو شوط القدر زي ما احنا عارفين تمام إذن الخليط اللي هيتم عندي هنا قلنا يا إما نعمله الخلط ده هنعمله يا إما بالمغزي يا إما نعمله بالحقن الإلكتروني إن احنا نحقن من خلال الرشاش طيب تعالوا نكمل ونعرف إن كمان عندي نسبة الهوى للبنزين في المحركات العادية نسبة الخلط كام واحد كيلو جرام وقود أو واحد لتر وقود مع أربعتشر وسبعة من عشرة هوا دي نسبة الخلط نسبة الخلط بتاعتي بحط تقريبا خمستاشر لتر هوا أو خمستاشر كيلو جرام هوا وحط عليهم لتر واحد بنزين عشان المحرك بتاعي اللي قدام مني ده يبدأ يعمل هنا شوط احتراق أو شوط قدرة ويطلع لي H2O ويطلع لي النوكس كمان اللي هي النواتج النواتج الضارة دي النوكس ده من النواتج الضارة معلينا من الحاجات اللي هي ضارة النواتج الضارة عندي لو كان عندي الاحتراق لو كان المحرك ما هيدي ميزة برضو أنظمة الحقن الإلكتروني إن هي بتقيس درجة حرارة المكانة والمية علشان تشوف وكمان بتقيس العوادم اللي طلع عندي فبتشوف لو أنا عندي هيدروكربنات ولا نوكس ولا CO CO ده اللي هو أول أكسيد الكربون والنوكس التلات عناصر دول من العناصر الضارة جدا عشان كده المكانة بتقيس النواتج وبتبدأ تتعالج معها في السيارات الحديثة بنبدأ نعالج موضوع العوادم اللي خارجها عندي إذن نرجع تاني نسبة الخلط واحد إلى أربعتاشر وسبعة من عشرة وطبعا العلم بتاعنا وعالم المركبات كل يوم فيه جديد فالنسب دي زادت عن كده دلوقتي ولكن النورمل واللي إحنا لسه شغالين عليه إلى الآن فأغلب السيارات بتاعتنا بيشتغل أربعتاشر وسبعة من عشرة أربعتاشر وسبعة من عشرة هوا وينحط عليهم لتر بنزين طبعا إحنا بندخل الهوا عشان ناخد منه عنصر واحد بس اللي هو عنصر الأكسوجين اللي هو بيساعد على الاحتراق وعنصر الأكسوجين نسبته في الهوا الموجود اللي حوالين مننا في الجو بتاعنا واحد تقريبا واحد وعشرين في الماء طيب نكمل عايزين بقى إزاي نعد الشحن بنعد الشحن دي من خلال الكربيراتير ده النظام الشائع القديم كنا بنستخدم المغزي أو الكربيراتير عشان نخلط الهوا مع الوقود ده في العربيات أو السيارات القديمة أول نوع عندي أو أول طريقة عندي كنا بنستخدم الكربيراتير وده بيتم ازاي بيتم زي ما احنا هنشوف دلوقتي هنسحب البنزين من التنكي نوديه على الفلاتر بتاعتي ثم يدخل على الكربيراتير عشان يعمل اختناق هنا في المكان اللي احنا شايفين ده الخن أو الفنشوري اللي حاصل في المكان الدايق ده هيعمل هيخلي سرعة الهوا تزيد ده مجمع السحب فهيخلي ده أشكال الكربيراتيرات وأنواعها طبعا الفنشوري اللي قلنا عليه اللي هو بيبى تحت هنا في المكان ده بيخلي سرعة الهوا تزيد فيقوم يشفت بنزين من الأنبوب اللي هو بيرفع اللي هو في غرفة العوامة بتاعة الكربيراتير نفسه وده طبعا الصمام الخانق اللي هو بيكون متصل بدواسة البنزين بتاعتي في الكربيراتير هنا الحركة بتاعته هي حركة ميكانيكية عشان أفتح صمام الخانق بيتحكم فيها عن طريق ايه؟ عن طريق القدم بتاعته وده شكل الفنشورة اهو جبناه تاني عشان نشوف هنا سرعة الهوا في المكان الديق ده هو تشايفيني الأنبوبة من هنا أوسع ومن هنا أوسع وده الصمام اللي رجلك دايس عليه اللي رجلك بتتحكم فيه هنا سرعة الهوا هتزيد فتقوم تقلل الضغط في المنطقة ده قدام الأنبوبة قدام الأنبوب اللي جاي من غرفة العوامة بتاع الكربيراتير نفسه فيقوم يعمل شفط أو صحب أو مص ليه؟ لأن الضغط هنا أقل من الضغط هنا فيقوم يسحب ده فوق الضغط عند أنف الأنبوبة أو عند فواهة الأنبوبة بيكون أقل من الضغط داخل الغرفة بتاعة العوامة أو غرفة الكربيراتير نفسه فيقوم يسحب البنزين ويخلطه بالهوا دي فكرة عمل كربيراتير ببساطة هنا الهوا هو هيمر فيقوم يسحب من هنا عندي بنزين من الأنبوب اللي انت شايفه لأن الضغط في المنطقة ده هي هيكون قلنا هيكون أقل من الضغط داخل الغرفة اللي المتعبية بنزين اللي فيها بنزين فنقوم نسحب البنزين عشان نخلطه بالهوا دي كده احنا عرفنا فكرة عمل كربيراتير بيشتغل ازاي؟ ده في المحركات اللي هي شغالة بنزام الكربيراتير طب الطريقة التانية؟ الطريقة التانية إن أنا بيحصل عندي حقن ونظام الحقن زي ما احنا عارفين دلوقتي بدأ ينتشر أغلب السيارات وإن ما كانش كل السيارات دلوقتي بتشتغل حقن إلكتروني أو إنجيكشن وهو نظام إلكتروني بيتحكم في كمية الوقود اللي دخله حسب كمية الهوا النظام ده نظام حساس جدا 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 واستخدمته الشركات عشان تحافظ على كمية الوقود يحاول يقلل من استهلاك كمية الوقود الحاجة التانية إن هو يحافظ على البيئة لأنه بيتابع كمان النواتج بتاعة الاحتراق اللي خارج عندي من علبة الشكمان فإذن النوع الأولاني قلنا النظام التوريد العادي اللي هو كان من خلال الكربيراتير النوع التاني كان نظام الحقن الإلكتروني وده قلنا بنستخدم فيه مجموعة حساسات تديني تعطي للكمبيوتر مجموعة بيانات أو قيم وبناء عليه وحدة المعالجة أو الكنترول يونت الموجودة عندك في العربية هي اللي هتدي أوامر بقى للمشاغلات إذن أنا عندي هنا تلات عناصر في الحقن الإلكتروني وخدناه فيه مادة المحركات لكن بنأكد وبنعيد عليه تاني في السيارة أنا عندي تلات عناصر في الحقن الإلكتروني حساسات هتديني بيانات تمام؟ وبعدين وحدة الكنترول يونت اللي هتعمل معالجة وبعدين عندي المشاغلات أو الانجكتورز أو مجموعة المشاغلات اللي فيه السيارة بتاعتي اللي هي هتاخد الأوامر من مين؟ من وحدة الكنترول يونت الموجودة عندك في السيارة الحساسات هتعمل إيه؟ الحساسات هتقوله إن زوية عمود الكرانك قد كده وزوية عمود الكامات قد كده دي حساسات زي حساس الكرانك وحساس الكام طيب حساسات مجموعة الهواء هتقول إن كمية الهواء اللي دخلها هي كل اللي عليها إن هي تنقل بس القيمة هتنقل قيمة فيزيائية إلى الكمبيوتر أو وحدة الكنترول يونت كل حساس بيقول المعلومات اللي عنده إيه حتى حساس الأكسجين أو حساس الشكمان الموجود وراء بيقول نسبة الأكسجين اللي عندي خارجها قد إيه أو العوادم فيها نكسو وأول أكسيد الكربون ولا لا وبناء عليه الكمبيوتر هيبدأ أو وحدة المعالجة هتبدأ تعالج المشكلة اللي بتقابلها يعني مثلا لو غرفة الاحتراء درجة حرارتها عالية عن الحد المسموح بيه أو أنا عندي دقة أو صفعة ما إحنا عندنا حساس دقة أو صفعة موجود كمان في السيارات الحديث الحساسات دي بتقول إن أنا عندي دق دق معناه إيه؟ معناه إن أنا عندي درجة حرارة عالية وبيحصل اشتعالين في وقت واحد اشتعال جاي من عند البوجهة واشتعال جاي من مكان تاني لأي سبب ما رواصب كربونية نقطة متوهجة في تاج المكبس أو في جدار الاستوانة فيحصل اشتعالين فيبدأوا يغبطوا الاتنين في بعض فيعملوا الدقة أو الصفعة في الحالة دي اللي هيحصل إن المكنة من خلال الحساس إن أنا عندي المكنة درجة حرارةها عالية فتقوم تشغل تدي أمر الحاجة اسمها تدخل مجموعة شوية تفتح الصمام ده عشان تدخل عادم تقوم تهدي درجة حرارة الغرفة عشان ما يحصلش عندي دقة أو ما يحصلش عندي صفعة كمان لو العادم بتاعي اللي خارج النسبة فيه أو الأكسيد الكربون عالية والنوكس ده بيتكون مع درجات حرارة عالية فبرضو هيبدأ يدي وحدة الكنترول وينيت بتاعتي هتبدأ تدي أوامر للمشغلات التامية زي الحواقن زي البجهات البجهات برضو بتقول لها ادي شرارة في الوقت الفلاني توقيت الاشتعال مهم جدا هنا مين اللي هيدي أمر لتوقيت الاشتعال كمبيوتر أو وحدة المعالجة أو الكنترول يونيت كنا في السيارات القديمة إحنا اللي بنمسك الاسبراتير ونحاول نزبط ونسمع صوت المكنة ونشوف الهز بتاع المكنة ونقول ده أنسب مكان للوضع بتاع الاسبراتير أو موزع الشرر في الحالة دي هنا بقى اللي هيدي توقيت الاشتعال هي وحدة الكنترول بناء على المعطيات بتقول له عمود الكارنك عامل زاوية كاز عمود الكامات عامل زاوية كاز وبناء عليه هو فاهم فين بالزبط البستم أو المكبس وبناء عليه بيدي الحقن يبدأ يدي بنزين من خلال الحقن أو يديني شرارة عشان يبدأ يعمل عملية الاشتعال بتاعتي إذن الحقن الإلكتروني كله بيتحكم فيه وحدة الكنترول يونت علشان يحافظ على البيئة ويقل الاستهلاك النوعي للوقود ويديني باور كمان عالي جدا سيارات الانجيكشن بعض الناس كانت بتخاف منها في بداية ما ظهرت عشان يقول لك مشاكل وبتاع لكنها اقتصادية جدا وبتديني باور عالي وبتحافظ على البيئة ودلوقتي خلاص أصبح صيانتها سهلة جدا من خلال الناس اللي زي حضراتكم الخريجي التعليم الفني المدربين اللي درسين كويس جدا عشان كده لازم تنوع مصادر المعلومة بتاعتك وتهتم بالتخصص بتاعك عشان تكون قادر تنافس في سوق العمل تعالوا بقى نشوف ازاي بيتم عملية الحقن الالكتروني او العربية بتاعتي بتمشي ازاي من خلال وحدة الكنترول وينت ده اللي احنا شايفينه ده اكيد كلنا فاهمين ان ده التنك ودي العوامة وهنا ده ترمبة البنزين بتكون مغموسة ومغمورة داخل التنك ودي ترمبة البنزين بتاعت الكهربائية اهي داخل التنك دي العوامة اللي بتحدد اللي هي لونها اسوأ هتحدد كمية البنزين ضغط ترمبة الكهرباء رفعت البنزين بتاعي حطته في المسطرة اهيه اللي تحت منها البخاخات او الرشاشات هنا المسطرة بتاعت دي مليانة بنزين بضغط معين ده صمام منظم الضغط ده بينظم الضغط بتاعي داخل المسطرة المفروض الضغط يكون ضغط معين وده الانجيكتورز او البخاخ او الرشاش اللي هو هيجيله امر اشارة كهربائية من ال من الكنترول يونت عشان يفتح يقوم يبخ فيه شوط السحب زي ما احنا شايفين بصوا شوط السحب المكبس بدأ ينزل للنقطة المية السوف لا يقوم هو يبدأ يحقن بنزين تمام هنا الكنترول يونت هو اللي بتحكم في كل الحاجات اللي شغالة عندي حتى فيه زي ما قلنا شمعة الاشتعال نفسها وانت كل اللي انت هتعمله ان انت تدوس على الدواسة عشان تحرك صمام الخانق اللي هو قدام منك ده ده بتتحكم حضرتك فيه برجلك بس وبرضو انا عندي هنا حساس التبي اس اللي هو بيقول وضع صمام الخانق فين فوبناء عليه يبدأ يدي اشارة او يدي امر بتعجيل الاشتعال بتاعي او تعجيل الحقن من خلال مجموعة الحساسات اللي احنا شايفينها اذا وحدة الكنترول يونت او الحقن الالكتروني فيه كنترول كامل او فيه تحكم كامل في المكنة ده حساس الدق او النق ده الحساس اللي احنا شايفينه قدام مننا ده اللي بيبين لي ان فيه صفع ولا لا ده حساس عمود الكرانك والحساس ده لو فيه اي مشكلة طبعا ما بيشتغلش معايا وعندي حساس تاني اهو درجة حرط الميا عشان نشوف حالة المكنة بتاعتي وضعها ايه المكنة كلها يا شباب مربوطة من خلال مجموعة حساسات عشان نفهم حالة المكنة وبناء عليه نقدم الشرارة ناخر الشرارة ندخل كمية ندخل كمان وقود مجموعة عدم عشان نبرد المكنة من الداخل ده حساس الاكسجين اللي بيكون موجود فيه الشكمان بيكون عندي اتنين حساس على فكرة يا شباب بيكون موجود واحد قدام الدبة او علبة البيئة واحد بعدها وزي ما احنا شايفين دي مجموعة الحساسات اغلب مجموعة الحساسات الموجودة عندي في المركبة او في السيارة اللي هي بتشتغل بيدي الامر بقى اول ميزة عندي ان هي رخيص التمن وبسيطة في الاجزاء بتاعتها والاتصالات ده تاني شيء يبقى اول حاجة ان هي رخيصة الكربراتير رخيص اما السيارات او المكن اللي شغال او حقن الالكتروني بيكون غالي في التمن بتاعه عشان مجموعة الحساسات اللي رجبه والكنترول لكن في المقابل لمميزات تانية طبعا التاني ولكن احنا دلوقتي بنتكلم عن مميزات المكنة اللي شغالة بالكربراتير ان هي وحدة الكربراتير بالمجموعة بتاعتها رخيصة مقارنة بمجموعة الحقن في الناحية التاني هنا بساطة الاجزاء برضو والوصلات او الاتصالات بينهم لكن هناك مجموعة كتيرة جدا من الحساسات والوصلات اللي داخلة بينهم طب تعالوا بقى نعرف عيوب التغذية بالمغزيات اما نيجي نستخدم مكنة شغالة بالكربراتير المكنة الكربراتير يا شباب ولازم ننشر العلم بتاعنا كمان في المجتمع بتاعنا علشان الناس تبدأ تغير ونشتغل مع السيارات الحديثة هنا عدم معايرة كمية الوقود بالنسبة للهوى بدقة عند السرعات والاحمال المختلفة عشان كده بيزيد استهلاك الوقود هنا مهم جدا ان احنا نقف عند النقطة دي هنا معايرة الهوى معايرة الهوى مش مزبوطة مهما كان مش هتكون دقيقة كمية الهوى اللي داخل احنا قلنا وعشان كده احنا جبنا في الشريحة الاولى ان نسبة الخلط بتاعتي اربعتاشر وسبعة من عشرة الى واحد لتر بنزين طيب هل انت في الكربراتير تقدر تعاير اربعتاشر وسبعة من عشرة بالزبط لا هنا المعايرة مش هتكون مزبوطة مع الاحمال والسرعات كمان المختلفة لما العربية تبدأ تجري او المكنة بتاعتك سرعتها تبدأ تزيد مش هنقدر نتحكم او نقدر نقول ان كمية الهوى اللي داخلها بتاعتي قد ايه بالزبط وبناءا عليه هندي كمية بنزين زيادة اذا استهلاك الوقود في العمل بالكربراتير او المغزي مش بنقدر نتحكم فيه وبتكون نسبة الاستهلاك عالية جدا وبالتالي بيطلع معايا نواتج احتراق ضارة بالبيئة طيب دي النقطة الاولانية ان انا ما بقدرش عاير كمية الهوى اللي داخلها للمكنة بضقة مع السرعات المختلفة وانا عايزك هنا ما تحفظي عشان امتحان انا عايزك تفهم عشان سوء العمل وعشان شغلك حتى لو انت هتقدم في تكمل دراستك جمعية ان شاء الله لازم تكون فهم التخصص بتاعك علشان تقدر تنافس وتكون مميز في الكلية بتاعتك ان شاء الله اللي انت هتتقدم بيها واتدخل طيب النقطة التانية قد تحتوي غازات العادم على اكسيد الكربون الضار او اول اكسيد الكربون وده احنا لسه ايلنها لما ما اقدرش هتحكم في كمية الهوى بناء عليه مش هقدر احط قمية وقود مناسبة للهوى وهيترتب على ذلك ان العادم بتاعي هيكون في اول اكسيد الكربون اللي هو غاز ضار جدا وضار جدا بالبيئة او بطبقة الازون سواء وبكل الكائنات الحية الموجودة في الكون بتاعي طيب كمان انخفاض الجودة الحجمية لوجود الاختناق او الفنشوري او صمام الاختناق اللذان يعترضان مصاري الشحن تعالوا هن مشان عند الكربونتير في حاجة اسمها فنشوري في حاجة اسمها فنشوري مكان داية يعني الانبوب او مجمع السحب ماشي بكتر معين وبعدين نعمل فنشوري وصمام الخاني اللي موجود هو كمان ساعد بيكون قافل اول حتى وجوده نفسه بيعوق او بيعمل اعاقة لمصار الهوى اللي هيدخل لي المكانة بتاعتي اذا المكانة مش هتقدر تاخد نفس كامل هنا بنتكلم برضو مصطلح عشان نكون عارفينه يقولك المكانة دي بتتنفس نفس طبيعي بتاخد نفس طبيعي ولا تيربوت شارج النفس الطبيعي اللي هي تشفط من خلال البساتم تعمل شوت سحب فتشفط من مجمع السحب او ان احنا نضغط بالتيربوت شارج نديها نفس او نديها هوا شحن جابري طيب هنا قلنا صمام الصمام الخانك اللي بيتحرك ده موجود جوه مجمع السحب او الممر اللي هيمره من الهوى ده بيعمل اعاقة الفنشوري بتاع الكربراتير هو كمان بيعمل اعاقة اذا كمية الهوى اللي هتدخل للاستوانة هتكون غير كافية دي اللي بنسميها الكفاءة الحجمية طول مكانة الكفاءة الحجمية عالية تديني باور عالي وكمان تديني نواتج احتراق طبيعية ومش ضارة بالبيئة يعني ايه كفاءة كفاءة حجمية يعني ملأ الغرفة بتاعة ملأ اللي استوانة بالكامل هوا مع بنزين لكن في نظام الكربراتير عشان الاعاقة اللي حصلة احنا عايزين مثلا الف زرة هوا مع بنزين فيه اعاقة حصلة من الفنشوري ومن الصمام هيخش 850 اذا انا عندي فراغات لسه موجودة داخل الاستوانة فهنا الكفاءة الحجمية ببساطة احنا بنشرح الكفاءة الحجمية ببساطة يعني لو انت معاك علبة عايزين نحط فيها عشر تقلان وانت عشان السرعة حطيت تسعة تقلان بس الكفاءة الحجمية عندك هنا ضعيفة منخفضة ليه لان انت معبتش العلبة بالكامل هنا نفس الكلام المكان عمالها تشفط فالهوى عمال يجري عايز يخش الاستوان يجي الفنشوري يعوق مرور الهوى كمان الصمام بتاع الخانق يعوق فنسبة الكفاءة الحجمية هنا هتكون اقل او كمية الهوى اللي هتدخل مع البنزين داخل الغرفة هتكون اقل علشان المعوقات اللي افترقها منها الفنشوري ومنها اه صمام الخانق اللي هو بيبا متعلق او متصل بالدواسة بتاعة قدم السواء او قائد للمركب دي النقطة رقم 3 تعالوا نكمل ونشوف باقي عيوب نظام الكربراتير قد يتكسف البنزين في مجمع الحر او مجمع السحب في الجو البارد وهذا يؤثر على اداء المحرك عند بدء التشغيل تعالوا هنا يا شباب تعالوا نفهم النقطة دي انا عمال اشفط الماكنة عمالة تعمل السحب فبتسحب من مجمع السحب هوا مع بنزين نظام الكربراتير الكربراتير بيكون فين فوق مجمع السحب او المنفولد وبعدين يخلط هوا مع بنزين بنسبة خليه هو قاس كمية الهوا مظبوط هنعتبر ان هو قاس كمية الهوا مظبوط وحط كمية بنزين مناسبة للهوا فنسبة الخلط تحت منه مباشرة واحد واربعتاشر وسبعة من عشر هنعتبر ان هو عامل نسبة خلط مظبوط الجو بارد زي الجو اللي احنا عايشين فيه في شهر شهور الشتاء اللي احنا فيها دي فيقوم يحصل تكسيف البخار او رزات اه زرات البنزين اللي مختلطة ومتجنسة مع الهوا هتيجي جنب جسم بارد تقوم تعمل عليها تكسيف زي ما حضرتك بتصحى دلوقتي تلاقي الازاز اللي عندك في الغرفة عليه قطرات ماء من النفس بتاعت من بخار الماء ده نفس الشيء لانه لقى الازاز بارد فبدأ بخار الماء يتكسف على الازاز بتاع الغرفة بتاعتك نفس الشيء هنا الهوا مع البنزين بيمرهم فبيحتكم بجدار مجمع السحب جدار مجمع السحب بارد لان الجو بارد فيقوم يتكسف على الجدار ايه اللي هيخش غرفة الاحتراء نسبة خلط مختلفة تماما مش واحد لاربعتاشر وبعدين احنا مش عايزينها كده كمان في بدء التشغيل الصبح مش واحد واربعتاشر او واحد لخمستاشر لا ده احنا عايزينها واحد لاثناشر عايزين الخليط يكون غني وطبعا انتو عارفين يعني ايه خليط غني ويعني ايه خليط فقير ولو احنا عايزين نقوله بسرعة الخليط الغني اللي هو نسبة البنزين بتكون فيه عالية بس عالية ايه مش خمستاشر بنزين واحد هوا لا ده هي نسبة البنزين بتزيد شوية يعني يبقى واحد لتر بنزين مع اتناشر لتر هوا مثلا المهم ان هي أقل من الخمستاشر تقل اربعتاشر تلاتاشر اتناشر كده احنا عايزين نزود كمية البنزين في بدء التشغيل ليه علشان التكسيف اللي بنتكلم عليه ده علشان لما يحصل تكسيف يقوم يدخل غرفة الاحتراء واحد لاربعتاشر او واحد لخمستاشر بالضبط فيقوم يشتغل معاك المحرك لكن كاربيراتير برضو ما بنقدرش نتحكم فيه بالشكل بتاع الانجيكشن او الحقن الالكتروني برضو بيحصل تكسيف وتلاقي المكناة معاك في الجو البارد بتغيب معاك اللي عنده عربية كاربيراتير بتغيب معاك وكنا يسحب الشفاط وحاجات زي كده فالمكناة تاخد معاك وقت عشان تشتغل تمام اذا من ضمن عيوب الكاربيراتير انه بيحصل تكسيف على جدار مجمع السحب واصرت نقطة وما كاملتهاش معلش لقنا المخلوط الغني اللي هو نسبة الخلط فيه بنزود نسبة البنزين شوية يعني بدل ما هي واحد الى خمستاشر بتبقى واحد لاربعتاشر او لتلاتاشر او لتناشر وهكذا طب مخلوط فقير مخلوط فقيري بنا بزود نسبة الهواء يبقى واحد بنزين وستاشر هواء سبعتاشر هواء عشرين هواء ده بنسميه مخلوط فقير فقيري يعني نسبة البنزين فيه قليل اما غني يعني نسبة البنزين فيه زيادة طيب تعالوا نشوف العيب التاني من عيوب منظومة او توريد الوقود من خلال المغزي او الكربراتير بيقول لي قد يرد المخلوط للإستوانات المتوسطة بكمية اكبر من المتطرفة وبذلك يكون حمل التشغيل غير متماسل يعني ايه الكلام اللي احنا قلنا ده يعني لو جبنا مجمع السحب طبعا والكربراتير بيكون في منتصف الماكنة بالزبط والمنفولد ماشي على الاربع مكانات بيدي الاربع استوانات بيدي للإستوانة الامامية والخلفية والإستوانتين اللي في النص هنا نسبة الخلط او الهواء مع البنزين هيدخل مزبوط للإستوانتين اللي في النص اللي هي اتنين وثلاث لكن اللي في الإطراف هتبقى نسبة الخلط مختلفة ليه مختلفة ما هو مدي بنزين زي بعض وإذا ما احنا لسه قيلين ان التكسيف على ما يمشي المسافة دي هيحصل تكسيف على جدار مجمع السحب فنسبة الخلطة هتروح هناك مش مزبوطة وبالتالي القوة المتولدة في الاستوانات اللي في النص اللي هي اتنين وثلاثة بتكون أعلى من واحد واربعة وبالتالي الإجهادات على عمود الكرانك في الحالة دي في المنتصف هتختلف عن الاستوانتين اللي في الخارج اللي هي واحد واربعة توزيع الأحمال هيكون هنا مختلف مهم جدا انك تاخد بالك من الحاجات الصغيرة وفهمها ما تحفظها واش انت لو أعلم حتى تحفظ الخمس ست نقاط دول هتيجي هناك وتنسى هتفتكر منهم اتنين تلاتة لكن لو فهمت الموضوع هتلاقي الموضوع بسيط وسهل جدا جدا إذن الاستوانتين اللي على الطرف هيروح لهم نسبة خلطة مختلفة عن الاستوانتين اللي في النص لأن الاستوانتين اللي في النص تحت الكربيراتير على طول الكربيراتير بيبقى في مجمع السحب في نص المكنة وبيوزع على الأربعة الاتنين اللي في النص المسافة بتاعت اللي هيمشيها الهو مع البنزين مسافة قصيرة فما بيحصلش تكسيف كبير بنسبة هو بيحصل تكسيف ولكن بنسبة أقل لكن الاتنين التانين هيمشوا مسافة أكبر ويبدأوا يحتكوا بجدار المنفول ومسافة أطول وبالتالي هيحصل نسبة تكسيف أعلى فالباور اللي هيطلع من واحد واربعة بيكون أقل من اتنين وتلاتة تعالوا نكمل ونشوف كمان مميزات الحقن بقى لما نيجي نشوف مميزات الحقن بالنظام الحقن الإلكتروني أول حاجة أنه هو بيعطي قدرة أكبر ومتساوية في جميع الاستوانات هو هيديني قدرة هنا مظبوطة وعالية وكبيرة جدا وفي كل الاستوانات كمان عندي حاجة تانية سمم الخانك مش هيعمل لي مشكلة خالص طب كمان بيقولي الاقتصاد في استهلاك الوقود وذلك للمعايرة والقياس المظبوط لكمية الهوى اللي هتخش هنا هنقيس كمية الهوى مظبوطة مع كل السرعات وحسب السرعات المختلفة حتى حسب درجة حرارة الهوى هندخل كمية بنزين مناسبة عشان تديني باور عالي يعني الجو البارد هيكون فيه كمية بنزين أعلى نحن كمان نظام الحقن الإلكتروني بيقيس درجة حرارة الهوى اللي داخل هو ده هيفرق معايا؟ آه طبعا هيفرق معايا لا إلا وإحنا قلناها في حلقة المحركات أن أنا عندي لما جا دخل كمية هوى للإستوانة بتاعتي اللي هيحصل أن لو كانت درجة حرارة عالية فبيحصل تمدد للغازات لو أنت حسبتها من ناحية الحجم هنلاقي أن الحجم كتير لكن عدد الزرات اللي جوه قليل أنا عايز 21% عايز الأكسوجين طب الزرة حصلها تمدد عشان درجة حرارةها عالية تمام؟ وبالتالي أنا لو حسبتها بالحجم بس إذن كمية الهوى اللي دخلها دي هدها كمية بنزين كتيرة إذن أنا هستهل الكمية بنزين كتيرة والباور بتاعي اللي طالع هيكون ضعيف إما إحنا بنحسبها إيه؟ بالحجم مع درجة الحرارة الجو أو الهوى اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي ده بارد إذن لو خدناها بالحجم هندخل كمية أكسوجين كبيرة جدا نقوم نديلها ما إحنا حسبين على حجم نديلها شوية بنزين صغيرين نلاقي إن الاحتراء بتاعي غير كامل لإن فيه نسبة أكسوجين طلعة كتيرة جدا وكمية البنزين اللي دخلت كمية بسيطة إذن هنا مهم قوي في نظام الحقن الإلكتروني إن هو بيدرس كل الظروف المحيطة بالمحرك بتاعي وبيتعامل معها ودي من ضمن مميزاته عشان يديك باور أو يديك قدرة للمكانة بتاعتك في كل الظروف في كل ظروف التشغيل المختلف تعالوا نكمل بيقول لي كمان نظام العادم نظام العادم أو أن إحنا هننظف العادم نظافة العادم من غاز أول أكسيد الكربون وده غاز سام جدا وده ليه؟ علشان إحنا بنعمل هنا احتراء تام هندخل كمية هوا هندخل قدها كمية بنزين إذن الاحتراء بتاعي هيكون تام وكامل مش هيطلع معايا أول أكسيد الكربون إذن اللي هيطلع معايا ثاني أكسيد الكربون وبخار ما طيب كمان المحرك يستطيع التعجيل أو التقصير بسرعة كبيرة وزيادة وقدرة محرك في جميع السرعات أقدر أعمل تعجيل بسرعة جمدة جدا يعني أكسليريشن أو أن أنت تدوس بنزين العربية تستجيب معك ببساطة التعجيل أو الأكسليريشن بتتم يعني أي أكسليريشن أو تعجيل أن أنت تدوس بنزين تلاقي العربية تجمع معاك بنسمع ده ده مصطلح بنسمعه في السوق العربية جمعت بسرعة أو جابت أول ميت وبعدين الشركات دلوقتي بتنافس بعضها في العربية جابت وصلت لميت كيلو بعد كام ثانية في بعض بنفس في النقطة دي يقول لك جابت أربعة وسبعة من عشرة وعربية تانية جابت اتنين وتسعة من عشرة كده يعني فهنا الحقن الإلكتروني بنقدر نعمل تعجيل أو تصارع بيحصل استجابة من الماكنة في وقت قليل جدا وقدرة عالية جدا مع كل ظروف التشغيل وكمان تقصير لو أنا عايز أنزل سرعة الماكنة بتاعتي بسرعة عالية وكمان سهولة بدء الحركة في الجو البارد الجو البارد اللي احنا فيه ده لو كنا شغالين نظام كربيرتير الماكنة بتاعتي هتغيب معايا جدا عشان تشتغل لكن في نظام الحقن الإلكتروني الماكنة بتشتغل معايا بسرعة عالية جدا تعالوا كمان نعرف أن من ضمن مويزات الحقن الإلكتروني زيادة القدرة نسبة إلى السعر الحجمية أو الليترية للمحرك مما يمكن من تقليل حجمه ووزنه يعني نقطة دي فنية ومهمة جدا ومحدش هيعرفها غير حضرتك الفني اللي متعلم ما أنت الفرق بينك وبين الفن اللي موجود في السوق أن أنت معك علم هنا عايز يقول أن الماكنة هيبقى حجمها بسيط وهتديني باور عالي ليه؟ علشان أنا مدي نسبة خلطة عالية جدا يعني الماكنة 1300 سي سي هتديني باور لو ماكنة 1600 سي سي نظام كربيرتير هي هتديني باور زيها بالظبط وبالتالي أنا عندي هنا حجم أو جسم الماكنة شكل الماكنة L ووزنه L وفي نفس دلوقت الداني باور عالي جدا السعر الحجمية هنا بتاعتي أو السعر الليترية بتاعتي هنا بتكون قليلة وفي نفس الوقت بيديني قوة أو باور عالي جدا كمان من ضمن مميزات الحقن الإلكتروني المعايرة الدقيقة لنسبة الوقود إلى الهواء في جميع حالات التشغيل الجو بارد الجو سخن سرعة الماكنة بطيئة في السلنسي الماكنة بتجري أو المحرك بيجري أو السيارة بتاعتي بتجري نسبة المعايرة هنا مزبوطة في كل الحالات مدام الحساسات بتاعتك موزونة أو الحساسات بتاعتك بتعمل بحالة جيدة ما فيهاش مشاكل تمام كمان دخول الوقود بشكل موزع بدقة متناهية مباشرة إلى الإستوانة إما أمام صمام الدخول الحر أو في صمام الخال هنا عايز يقول أن كمية البنزين أو الخلط أو التوزيع بتاع الهواء مع الوقود للإستوانات هيكون متساوة مش زي الماكنة اللي هي شغلة بالكيربرتير واحد واربعة نسبة الخلطة هتكون فيها ضعيفة واثنين وثلاثة نسبة الخلط هتكون فيها عالية مهم جدا الحاجات دي بتديني باور وبتحافظ على عمر الماكنة وبتطول عمر الماكنة الافتراضي التشغيل وتكلمنا في عمر الماكنة الافتراضي التشغيل كتير جدا طيب تعالوا بقى نصنف الأنزمة المختلفة لحقن الوقود أنا عندي أنزمة مختلفة لحقن الوقود وكل يوم الدنيا فيها جديد حسب الطريقة المتبعة للحقن عندي حقن ميكانيكي وحقن إلكتروميكانيكي وحقن إلكتروني أنا كان عندي حقن ميكانيكي ده كان موجود ولازال موجود في بعض السيارات ولكن أغلب السيارات خلاص بدأت تتحول وتروح لحاجة جديدة خالص اللي هي الحقن الإلكتروني وفي حقن إلكتروميكانيكي والنوع الثالث اللي هو إلكتريك فيو الإنجيكشن أو الإيف آي أو الحقن الإلكتروني دولة حسب طريقة الحقن نفسها تمام لما نيجي نصنف منظومة الحقن طيب عايزين نعرف مكان الحقن لو جينا نصنف أو ننوع حقن الوقود حسب مكان الحقن عندي حقن مركزي والحقن المركزي ده حقن في الخانق اللي هو الـ TBI أو سوريتل بودي إنجيكشن وحقن في فتحة السحب اللي هو الـ BFI أو بورت فيو الإنجيكشن اللي هو بيحط على صمام السحب مباشرة يعني أنا عندي هنا يا إما أحقن في السوريتل عند الدواسة عند الصمام اللي بتتحكم فيه بالدواسة بتاعتك أو إن أنا حط عند الصمام مباشرة ده الحقن اللي هو الحقن الغير مباشر أو لو جيت أصنف منظومة الحقن حسب مكان الحقن بتاعي مهم جدا أن تعرف الحاجات دي عشان هنبدأ نخش في تفاصيل دلوقتي طيب ده الحقن المركزي أحادي النقطة شايفين أنا حطت الحقن بتاعي فين؟ فوق السوريتل بالضبط أو صمام الخانق أنا حطت الحقن أو الرشاج بتاعي أهو تمام؟ ده حقن أحادي النقطة وده شكل الكربيرتير بتاعه والصمام بتاع الحقن موجود في المكان ده بالضبط بيكون موجود فوق الصمام اللي حضرتك بتتحكم فيه برجلة طيب وهنشوف شكله أهو ده شكل ممكن نحط واحد أو اتنين زي ما احنا شايفين لكن الصمام بتاع الخانق بتاعي تحت هوت وهو هيبدأ يحقن من خلال الرشاش اللي احنا شايفينه ده وان بوينت والتاني تو بوينت أو واحد بتاع التشغيل على البارد والتشغيل العادي تمام يا شباب؟ ده الحقن في مكان واحد فقط طيب نشوف النوع التاني ده حقن متعدد النقاط وهو حاطت فين بقى؟ هنا حاطت على صمام السحب نفسه على صمام السحب تلاقيه حاطت رشاش فوق صمام السحب ده متعدد النقاط يعني عندي اكتر من رشاش او اكتر من بخاخ او حاقن في النظام اللي احنا شفناه قبل كده انا كان عندي صمام او حاقن واحد بس او رشاش واحد بس هنا احنا حطين اكتر من رشاش لكل استوانة على صمام السحب بتاعها وده بنسميه المالتي بوينت انجيكشن او الام بي اف اي ده متعدد النقاط زي ما احنا شايفين اهو وده مجمع السحب زي ما احنا شايفين هنا هيحط على كل استوانة حتطلها بخاخ زي ما احنا شايفين يبدأ يحقن او يضغط البنزين بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي زي محرك الديزل بالزبط ده بنسميه متعدد النقاط زي ما احنا شايفينه يا شبه طيب نشوف انظمة الحقن بتتكون من ايه انا عندي تلات اجزاء اساسية او تلات عناصر اساسية في انظمة الحقن نظام صحب الهوى ان احنا ندخل الهوى ونحسبه كمان هندخله من خلال الفلتر والمواسير ومجمع السحب صمام وكمان نحسب الكمية او الحجم بتاعه ودرجة حرارته ده مهم جدا وبعدين عندي مجموعة قياس كمية الهوى وبعد كده نتحكم في توقيت الاشتعال وتوقيت الحقن بتاعه طيب نظام الوقود واجزاء الرئاسية عندي خزان الوقود هنعرف كل ده بالتفصيل وهنشرح كل حاجة منهم بالتفصيل خزان الوقود تلومبة الوقود وفلتر الوقود منظم الضغط وصمام حقن الوقود او الرشاش بتاعه تعالوا نشوف فكرة العمل بتتم ازاي ده التانك اهو هيددي لتلومبة البنزين تلومبة البنزين تبدأ تنظف البنزين بتاعي واتدخله في المسطرة والمسطرة بتاعتي تدي للحواقن او الرشاشات اللي احنا شايفينها وده صمام منظم الضغط علشان يحافظ على ضغط معين داخل المسطرة هنا المسطرة اللي قدام مننا دي عايزين نحافظ على ضغط معين الصمام ده هو لو الضغط زاد عن حد معين بيبدأ يفتح عشان يرجع البنزين الزيادة او الضغط الزائد يعمل له تصريف عشان يطلعوا يرجعوا ليه التانكي بتاعي تاني اه نشوفها تاني مرة تانية يبقى ده التانكي هيدي تلومبة البنزين هتبدأ تاخد منه بنزين تديه للفلتر الفلتر يبدأ يضغط فيه المسطرة زي ما احنا عارفين تدي له البخاخات او الرشاشات بتاعتي وهنا قلنا منظم الضغط منظم الضغط عشان الضغط ده نفضل محافظين على ضغط معين لو حصل وان الضغط زاد فيبدأ الصمام ده يفتح عشان يرجع الضغط الزائد الى الخزان بتاعي طيب نظام التحكم والتنظيم بيتم دخول الاشارات عن طريق جهزة الاستشعار اللي هي الحساسات وعلى سبيل المثال حساس درجة الحرارة الى جهاز التحكم الالكتروني والذي يقوم بعملية المعالجة ثم يخرجها كاشارة الالكترونية يبقى هنا وحدة المعالجة هيدى امر على شكل ايه؟ على شكل اشارة وده ممكن يجيني سؤال هو هيديني اشارة عن طريق اشارة الكترونية عن طريق مراسلات او هيديها للمشغلات بتاعتي على سبيل المثال الصمام بتاع الحاقن او الرشاج بتاعي يقول له ابدأ احقن دلوقتي هيدي له اشارة كهربائية عشان يقول له ابدأ احقن دلوقتي تعالوا نشوف الحاقن الالكتروني كله بيتم ازاي؟ واحنا شوفناه في شريحة في الاول لكن نبص عليها تاني اه قلنا ان ده خزان البنزين ودي العوامة اللي هي لونها اسود وده اه المجموعة اه ترمبة البنزين اهيت ترمبة البنزين الكهربائية هتبدأ تسحب بنزين من التانكي عشان تبدأ تضغطه ويمشي يروح الفلتر بتاعي ومن الفلتر يمشي زي ما احنا شايفين يروح للمسطرة ومن المسطرة الى الرشاشات او الحواقن اللي قدام مني المسطرة ده ايه راكب عليها صمام منظم ضغط شفتوا لما الضغط زاد هو رفع اهو الضغط رفع الرداخ الى فوق ضد الياي عشان يرجع البنزين يوديه الفين يوديه للتانكي تاني طيب هنا هيجي اشارة من الكمبيوتر او وحدة الكنترول يقول لي للبخاخ ده اديني بنزين في اللحظة دي فهو بدأ يدي بنزين اهوت على صمام السحب هنا لو قلنا ده نظام حقن ايه هنقول ده نظام حقن غير مباشر متعدد النقاط لان انا عندي اكتر من رشاش مش رشاش واحد في الكيربراتير بتاعي تمام يا شباب ازا اه هنا وكمان وحدة كنترول يونيت بتدي امر ليه الحواقن بتاع الشمعة الاشتعال تدي شرارة امتى ده الصمام الخانق اللي احنا هنتحكم فيه بالدواسة بتاعتنا هنا بنحسب من خلال المنفول الماذ بنحسب كمية الهوى اللي دخله عشان وبناء عليه وبرضو كمان ضغط داخل مجمع السحب ودرجة حرارة الهوى عشان ندخل كمية بنزين مناسبة وشوفنا هنا كمان فيه رشاش بدء التشغيل عشان يدي كمية بنزين زيادة شوية عشان يخلي المخلوط بتاعي اه غني ده حساس الضق او الصفع واحنا قلناه في الشريحة الاولانية وده حساس العمود الكرانك عشان يقول زاوية عمود الكرانك قد ايه وفي نفس الوقت برضو عندي حساس عمود كمات موجود فوق عشان يعرف وضع آآ عمود الكمات فين مكانه بالظبط وده حساس درجة حرارة المية احنا بنقيس كل حاجة في المكانة عشان نتعامل معاها ونديك باور مناسب لكل السرعات بتاعتي آآ وده مشغل من المشغلات زي الاي جي ار طبعا حساسات لي بتاعة الاكسجين اللي هي بتشوف العدم اللي الخارج عندي وضعه ايه العدم بتاعي هل في آآ اكسجين زيادة هل في نسبة آآ بنزين زيادة بنبدأ يبدأ الكمبيوتر يتعامل معا طيب عايزين نفحص بقى الضغط وكمية الوقود في مضغة الحقن الوقود والرشاش تعالوا تعالوا نبدأ اول حاجة عملية الفحص بتاعتي بيقول لي اسحب انبوب الوقود اللي رايح للرشاش لبدء التشغيل على البارد وربطه هنربطه بالمانوميتر بتاع الاختبار وافتح كل من مصاري الصمام يعني هنفك الانبوب اللي رايح ليه الرشاش بتاع بدء التشغيل ونربط الانبوب ده بالمانوميتر بتاع الاختبار وبعدين نسحب الانبوب الهوى لمنظم ضغط الوقود والموصل لمصورة السحب وشغل بادئ الحركة نبدأ نشغل عشان اللي هتطلع عندي في المانوميتر يجب ان هي تكون بين ضغط من اتنين لتلاتة من عشرة بار الضغط بتاعها يكون كده وهنشوفها دلوقتي في اه فيديو قدام مني طيب لو احنا عايزين نشوف تسريب برضو لدورة اه اه الوقود بتاعتي قال لي اسحب انبوب الوقود لصمام بيد اه التشغيل على البارد وربطه بالمانوميتر افتح كل من مصاري الصمام وشغل بادئ الحركة الضغط بتاعي يجب ان لا يقل عن واحد بار اللي هو الضغط الجو بتاعي تعالوا هنشوفه دلوقتي اه فيديو بيشتغل ازاي اهو احنا هنشوف اهوت سحبنا الانبوب اهوت ده الانبوب اللي احنا عصدين عليه هنبدأ نوصله بجهاز المانوميتر اهو شايفين يا شباب هنبدأ نوصل هنا جهاز المانوميتر بتاعي اهو اللي هو بيقيس خلخلة نتابع الفيديو هناخد الحاجة المناسبة للوصلة بتاعتي عشان نربطها في اه اه الانبوب اللي قدام مني هنربطه اهو ونبدأ نشغل بعد ما نربطه نبدأ نشغل بادي الحركة او المرش بتاعي ونشوف القراءة بتاعتي هتكون كام عشان نشوف الخلخلة بتاعتي في المنظومة او هل في تسريب ولا لأ بكل ده بيبان من خلال المبين اللي قدام مني دلوقتي زي ما احنا شايفين كده المفروض بيكون بين خمسين وستين ده لو ما كانش فيه تسريب للمنظومة بتاعتي طيب تعالوا بقى نعرف مضخة الوقود الوقود الكهربائية وعشان من وقت الحلقة بدأ ينتهي عايزين نشوفها وهي شغالة احنا طبعا عارفين مكوناتها كلها وازاي بتشتغل لكن احنا عايزين نشوف فيديو ازاي هي بتشتغل ترمبة البنزين بتاعتي ترمبة البنزين بتكون موجودة داخل الخزان او التانك نفسه بنطلعها عشان نبدأ نقيس الخلخلة بتاعتها ونشوف هل هي الضغط بتاعي المفروض بيكون بين اتنين وثلاثة قوة الضغط بتاعتي اللي طلع منها لو احنا بنقتبرها برضو بالجهاز المانوميتر زي ما احنا شايفين وبيقول لي هنا ان هي ممكن تكون خارج الخزان او داخل الخزان ده شكل الطلومبة وهي شغالة ازاي بتشتغل هي الفكرة بتاعتها فكرة محرك كهربائي عادي جدا ده المحرك الكهربائي اللي شغال بيدور ساقية زي ما احنا شايفين الساقية لو احنا بصين عليها نلاقي هنا في مسافة اه او او هنا فراغ كبير وهنا فراغ دي زي ما احنا شايفين اهو وده مركز اه الدوران بتاعها ازا هنا بتعمل هي خلخلة قدام البلية او الرياج بتاعتها اللي ايه بينها هي تقوم تعمل خلخلة او شفت تملى الغرفة اللي قدام مني هنا المكان يبدأ يديق فتطرد البنزين بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه يعني الفكرة هي زي المرشي بالضبط هو محرك كهربائي هنديله طيار كهرابي الطيار الكهرابي هيعمل قد بشمالي وقد بجنوبي يبدأ تنافر وتجازب اللي احنا عارفينه فكرة العمل بتاعتها فيقوم يبدأ يدور عشان الرياش اللي قدام مننا اللي احنا شايفينها دي تبدأ تدور ويبدأ يسحب يعمل خلخلة فيسحب بنزين من التنكي يرفعه يوديه على الفلتر ومن الفلتر يدخله الى باقي منظومة الوقود طبعا عندي صمام لا رجوع اللي هو موجود هنا الصمام ده لو كمية البنزين اللي هنا ضغطها عالي بيفتح هو يقول للترومبا انا مش هينفع اشتغل لكن طول ما ضغط الترومبا اقوى من الياي فهو مرجع الصمام زي ما احنا شايفين للخلف كده طيب لو البنزين الضغط بتاعي زايد واحنا مش عايزين بنزين يطلع للمسترة او عندي فوق زيادة عندي صمام تاني بيدير او بيرجع هنشوفه دلوقتي حالا بيرجع البنزين الى الخزان مرة تانية من خلال الانبوب اللي احنا شايفينه اللي كان جاي معايا دلوقتي آآ بيرجع البنزين الى داخل الغرفة او داخل التنكي البنزين مرة تاني طيب لو اتعطلت الطلومبا بتاعتك في الحالة دي بنغير الطلومبا طبعا بنفكها ونطلعها بعد ما نعمل لها اختبارات الاول بنعمل لها اختبارات مكانها نشوف الكهربا اللي وصلة ليها ولا لا آآ الاول انا بعرف ان هي عطلانة ولا لا ازاي لما المكانة بتاعتي ما تردارش يشتغل المحرك بتاعي ما يردارش يشتغل معناه ان انا عندي طريقين واقفين يا اما كهربا يا اما وقود ممتاز الشباب اللي مركزة ومذاكرة معاني حاكتين يخلوا المكانة بتاعتي ما تشتغلش يا اما كهربا يا اما وقود ده اذا كانت الحساسات بتاعتي شغالة كلها سليمة يعني ما عنديش مشاكل يعني انا لو عندي حساس كرانك عطلان المكانة بتاعتي مش شغال حساس كما عطلان المكانة بتاعتي مش شغال طيب الحساسات شغالة وانا ما عنديش مشكلة خالب باجا شغل العربية بتاعتي العربية بتاعتي ما مشتغلش طبعا احنا ناس فنيين بقى عارفين ازاي نختبر البوجيه بيديني شرارة ولا لا هنطلع بوجيه او نمسك سلك منهم ونبدأ نحط فيه مفاك الطريقة العادية بتاعتنا خالص ونبدأ نحط مفاك وايدي طبعا احافظ على ايدي ان المفاك يكون عليه مادة عزلة عشان ما يكهربنيش وقربوا من جسم يكون فيه ارضي علشان يديني شرارة تأكدت ان البوجيه بتاعي بيديني شرارة انا طبعا بشغل وبيديني شرارة فكرة بسيطة جدا وخلي السادة المهندسين معاك في المدرسة اطلب منهم ازاي تختبر الشرارة الكهربائية توصلة للمكنة ولا لا طيب عملنا اختبار المكنة عملنا اختبار الشرارة واثبت ان الشرارة او دايرة الكهرباء عندي او دايرة اشتعال عندي شغال اذا انا عندي ايه اللي عطلان دايرة الوقود نبص على الوقود بتاعي هل فيه ترمبة البنزين بتديني بنزين ولا لا بكل بساطة هتشيل الكرسي اللي موجود في العربية من الخلف وتبدأ تاخد الانبوب اللي طالع عشان وتظهر الترمبة بتاعتك او الانبيب اللي خارجه اللي خارجه واللي داقل وتبدأ تظهر الانبوب اللي هو بيطلع بنزين للمكنة بتاعته ونشغل نشوف مجرد انك تفتح سويتش بس فبيبدأ يطرد بنزين لو هي بتطرد بنزين خلاص اذا في عندك كاتمة تانية او في مشكلة في وحدة الكنترول هي اللي مش بتدي اوامر عشان نشغل المكنة بتاعته يبقى انا عندي المشكلة بعيدة عن الوقود فتحة السويتش بختبر الطيار الكهرابي اللي جاي لها يعني بفتح السويتش وهنجيب لكم ان شاء الله الحلقة الجاية اجيب لكم معايا الحساء اجيب لكم معايا فولتاميتر وممكن نجيب فيشة بتاعة الترمبة وازاي نختبرها ونشوف القصة دي بختبر الطيار اللي جاي للترمبة بتاعته المفروض يكون جاي لاثناشر فولت طب لو مش جاي لطيار كهرابي ازا الفيوز او في مشكلة في الكهرباء اللي وصلة طب الكهرباء وصلها والطلمبة بتطلعش بنزين في الحالة دي إذن الطلمبة بتاعتي هي اللي فيها مشكلة أو الضغط بتاعها أنا باختبرها بالمانوميتر زي ما احنا شفنا من شوية لو الضغط بتاعها ضعيف مش هتوصل بنزين عندي للمكانة بتاعتي في الحالة دي أنا محتاج أغير الطلمبة بتاعتي تعالوا نكمل النقطة دي بيقول لي إذا تعطلت الطلمبة حتى بنعمل فحص دلوقتي وذلك بعدم خروج وقود مش هتطلع وقود من خرطوم الخروج في هذه الحالة يتم استبدالها بأخرى لو أنا تأكدت وعملت فحص الكهرباء اللي احنا قلنا عليه وتأكدت إن الكهرباء وصل لها لكنها هي ما بتوصلش طيار كهرباء طيب عايزين نفحص صمام دخول الطلمبة يتم توصيل مبين قياس الخلخلة اللي احنا كنا شغلين بدلوقتي في فتح الدخول الوقود تمام اللي هي هتدخل على الطلمبة أنا بتكلم على الطلمبة وذلك بعدم فصل وصلة الدخول من الطلمبة وعند إدارة المحرك بالمارش أو إن انت تفتح سويتش يلاحظ وجود خلخلة في مبين القياس وفي حالة عدم وجود خلخلة معناها إن الطلمبة بتاعتي طيب هو لو عمل لي خلخلة معناها إنها يشفت معناها إنها يبان معايا في المانوميتر إن الطلمبة بتاعتي شغال وبتشفت طب هي لو ما بتشفتش إذن الطلمبة بتاعتي في الحالة دي عطلانة ومحتاجة إن إحنا نستبدل أما إذا لم تقوم الطلمبة بضخ كمية الوقود المطلوبة ففي هذه الحالة برضو يجب استبدالها للطلمبة بتاعتي لو ما بتدينيش ضغط عالي ده معناها إن الضغط بتاع الوقود اللي هي بترفعه ضغط منخفض مش بيوصل الضغط في دايرة التوريد للضغط المناسب عشان الحاقن أو الرشاشات تبدأ تحقن الوقود بتاعي ترمبات البنزين في نظام الحاقن الإلكتروني لازم ضغط معين في المسطرة ده لو كان حاقن غير مباشر عشان إحنا عندنا طبعا حاقن مباشر هناخده إن شاء الله في حلقات جاية اللي هو الجي دي آي وطبعا في الحالتين لازم ضغط معين أو ضغط عالي علشان الحاقن بتاعتي أو الرشاشات بتاعتي تشتغل طيب عايزين نفحص سلامة عمل الطلمبة هنعمل إيه؟ يدار مفتاح الإشعال إلى وضع مفتوح يعني إن انت تفتح السويتش مع عدم إدارة المحرك بس هتفتح السويتش يتم خانك خرطوم راجع الوقود اللي هو بتاعي الراجع نفسه بعد خيامد الزبزب وقبل خزان الوقود هنعمل كده ليه؟ وذلك للتأكد من وجود وقود إحنا هنتأكد هل فيه وقود ولا لا عشان نتأكد إن الطلمبة بتاعتي شغالة ولا لا طيب نشوف الفيديو ده ده مكان الطلمبة إحنا بدأ بيكون موجود في الكرسي الخلفي بتاع السيارة سيارة الركوب العادية هنبدأ نفك زي ما احنا شايفين بدأنا نفك بعد ما شلت الغطا أبدأ أفك خرطيم التوصيل اللي هي بتاخد من الطلمبة هبدأ أرفع الطلمبة بتاعتي علشان أعمل لها عملية الفحص المختلفة طبعا ببص على الوقود اللي موجود داخل الخزان هل هو نضيف ولا مش نضيف ودي الفيش أو الطيار الكهرابي اللي داخل ليه الطلمبة ودي العوامة طبعا هنا في مقاومة متغيرة هي العوامة الدراع بتاعها ده هو لما بيتحرك بيتحرك على مقاومة عشان يقول كمية البنزين اللي عندي في الطلمبة لازم ننظف البنزين قبل ما ندخله لها علشان يروح للمجمع بتاعي أو يروح للاستوانة بتاعتي نضيف علشان ما يعمل ليش رواصب كربونية هنا احنا بنعمل لها اختبار خارجي خالص اهو هحطها في ميا في بنزين في أي حاجة وبدأ أوصل لها الطيار الكهرابي بتاعي علشان أشوف هي بترفع ولا لا كمان لو عايز اقيس زي ما احنا شايفين كده عايز اشوف العوامة شغالة ولا لا فانا زي ما احنا موصلين الفولتا ميتر وهبدأ احرك معايا العوامة العوامة لما بتتحرك بتغير قيمة الفولت اللي راجع هنا لان ده قلنا ان هو على الفولتا ميتر هنا هو عايز يطلع ترومبة البنزين نفسها عشان نختبر ترومبة البنزين شوفنا احنا ازاي اختبرنا ترومبة البنزين في الخارج ان انا وصل لها طيار كهرابي واشوفها هتبدأ تعمل تشفت ولا لا طبعا فلتر او مصفة زي اللي قدام مني دي لازم اغيرها في توقيتات مختلفة حسب الشركة المصنعة وبفك الترومبة بالشكل اللي احنا شايفينه ده وابدأ اخذ الرداخ بتاعي علشان لو هيستبدل بنستبدل ده ومهم جدا انك تحافظ على الجوانات الموجودة بتاعتي علشان ما يحصلش تسريب للترومبة والخلخلة بتاعتها تكون اعلى ده شكل الترس او شكل الترومبة من الداخل الترسة هوت اللي هو بيعمل خلخلة عشان يشفت وده مجرى الدخول ده مجرى سحب البنزين والطرد من الناحية التانية هنا المجرى هو اللي هو الدوار ده هو ده اللي بيمشي فيه البنزين هنا شايفين المسافة هنا اكبر والمسافة في الجهة التانية شايفين ده ده اكبر ازاي فيعمل هنا خلخلة فيعمل هنا شفت وبعدين يبدأ يخنقه او يديق المسافة من خلال الريش فيبدأ يطرد البنزين بتاعي وده الترس او الساقية اللي هي هتبدأ تشتغل معايا عشان تعمل الخلخلة او الشفت او المص علشان يسحب بنزين من الاستوانة او يسحب بنزين من الخزان البنزين بتاعي بكده نباحنا وصلنا لآآ فحص منظومة الوقود الالكترونية مش كلها احنا فحصنا تقريبا النهاردة الطلومبة بس والعوامة ازاي نفحصها لكن احنا عرفنا كمان في الحلقة بتاعتنا النهاردة كان مهم جدا نعرف الفرق بين النظام التوريد او نظام تغذية الوقود بالكربراتير او بنظام الحقن الالكتروني مهم جدا انك تفهم المعلومات دي مش تحفظها تفهمها تلاقي الموضوع معك سهل جدا وماشي معاك مهم جدا انك تنوع وتذاكر وعشان نستعد بقى لو انت ناوي ان شاء الله ربنا يكرمك وتدخل كلية او ناوي تنافس في سوق العمل لازم تكون فني جدير جاهز جاهز لسوق العمل وتقدر تنافس فيه الفرق بينك وبين الفني اللي موجود في السوق ان انت معاك علم الحاجات التكات الفنية دي لازم تكون عرفها بعلم في في نهاية حلقتي يارب اكون وفقت بان انا اوصل بيكم معلومة في مادة الصيانة والاصلاح للمحركات تخصص السيارات في النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة